السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك. دلوقتي اصبح في منتدى باللغة العربية في اوتو ديسك. ودي خطوة كباسة جدا. بحيث لو انت عندك اي سؤال تقدر ان انت تترحه وهتلاقي خبرات كتيرة يجاوبوك. فده المتوقع تبعت على الجروبات او على الرسائل الخاص او على الانستجرام. انا مكنش عارف ان الانستجرام في رسائل فوجدت ان كمية سير رسائل وفي بعضهم من سنين. فهلا انا الموضوع ان شاء الله لكم منظم والناس تبدأ تجاوب وتتفاعل. وان شاء الله تبقى خطوة كويسة وان شاء الله مع الوقت تتبقى فيه بقية البرامج لما لو فيه اقبال. فعشان كده نتمنى تشويروا الفيديو الرابط مع الاصدقاء. تقدر تيجي هنا وتقول له مسلا عايز اشترك في المنتدى بحيث لو فيه اي رسائلة تيجي لك. ممكن تقول له مسلا نشر في المنتديات عايز تكتب انت مسلا في المنتدى. عندك سؤال عايز اسأله. فتبقى تختار الانوان واللغة العربية وانت عايز تسأل فان واحدة من دول. مثلا في الريفت في الاوتوكاد في الجرافيكس وهكذا. والسؤال بتاعك هيسأل عند الناس كلها والناس كلها تبدأ تتعاون في انها تبعت لك افضل حل بازن الله. يعني خلينا ندخل مثلا على الريفت. اننا بتتعلم من الريفت فسوف تتريفت. طبعا نحب اشكر المهندس حازم عادل يعني اقام بالدور كبير في قصة ان يبقى فيه منتدى بالعربي وان شاء الله بعد كده بقى فيه شرح بالعربي وبقى فيه جود مبدول يعني ونخش بقى في خطوة الترجمة على قد ما نقدر. وهنا افضل بطبع الحلول المهندس فراس حبيبنا ومهندس صور حبيب حبيب حبيبنا والمعتز بالله حبيبنا ومهندس كرم باكي بنفس الكفاءات يعني. ما شاء الله الناس بتتعاون في انها تحط افضل اجابة. وبنحاول ان احنا ان شاء الله يبقى فيه تفاعل بحس ان ما يعني ننافس المنتجات اللي هي الامريكية والاجنبية ان شاء الله. تمام? هتلقى رابط اسفل فيديو عندك اسؤال اطراحه في المنتجة بإذن الله.